أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الذاريات نسأل الله أن ينفعنا بها وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في هذه السورة قال فما خطبكم أيها المرسلون عندما قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطعام لأضيافه ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم عند ذلك بلغوه بأنفسهم وعلموه من هم ونقلوا إليه البشارة فبشروه بغلام عليم وهو إسحاق ثم بشر امرأته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم عند ذلك قال لهم إبراهيم فما خطبكم أيها المرسلون يعني إن كنتم قد جئتم من عند الله عز وجل ما هو خطبكم ما شأنكم ما أمركم ما خبركم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين نحن جئنا مرسلين إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين أي حجارة قد خلقت وكونت من الطين فهي يابسة مسومة عند ربك أي معلمة قد وضعت عليها علامات قد وضع الله عليها علامات فكل حجارة تقع على مجرم من هؤلاء المجرمين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين هنا اختصر القصة وفي الآيات الأخرى في سورة العنكبوت وفي هود جاء بها بشيء من التوسع ويعني ذكر كثير من الأمور التي لم تذكر في هذا المكان لأن إبراهيم لما قالوا له إنا سنذهب لنهلك أهل هذه القرية الظالمين قال أرأيتم لو كان يعني في نصف أهلها مؤمنين أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا قال فإن كان فيها ربعهم قالوا لا قال فإن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجي أنه وأهله فكان عليه الصلاة والسلام خائف على من؟ على لوط أن يشمله العذاب معهم لأنهم ذكروا أنهم سيهلكون القرى ويدمرونها كلها فخاف على ذلك المؤمن النبي الكريم لوط الذي هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته وهنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي أخرج الله عز وجل من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته ثم قال الله فما وجدنا فيها غير بيت بيت واحد من بين هذه القرى المنتثرة في تلك المنطقة بيت واحد من المسلمين الذين أسلموا لله عز وجل وهنا يأتي السؤال لماذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا سؤال كثيرا ما يتداوله الناس أو يذكرونه ويطرحونه وجواب عليه واضح البيت المسلم هو بيت واحد اللي يظهر منه الإسلام لأنه بيت مسلم قد أسلم لله ظاهرة فيه امرأة منافقة لكنه بيت مسلم البيت مسلم لكن أهله ليسوا كلهم ليسوا مؤمنين البيت مسلم من فيه مسلمون الزوجة هذه كانت مع قومها في قلبها وكفرها لكن في الظاهر هي معلوط ولذلك البيت مسلم لكن هل أهله كلهم مؤمنون لا ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته وما وجد فيها إلا بيت واحد مسلم ما يقول بيت مؤمن لأنه قال بيت مؤمن لدخلت امرأة فرعون امرأة لوط قال بيت مسلم أي ظاهره الإسلام لكنه ليس البيت كله مؤمنا لأن فيهم امرأة لوط عليه الصلاة والسلام ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته لأن الله قال له ماذا قال فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبع فالمرأة ليست منهم ولذلك لما خرجت أرادت أن تخرج معهم التفتت إلى قومها فأخذها العذب وخرج لوط عليه الصلاة والسلام وبناته فالذين خرجوا هم المؤمنون لكن لما تنظر إلى البيوت ما فيه بيت واحد هو البيت المسلم سمي مسلما لأن فيه ماذا فيه مؤمنون وفيهم كافرة وهذه الكافرة ظاهرها إسلام وباطنها كفر محب ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ما نجا إلا المؤمنون وهم لوط وبناته وما وجد فيهم إلا بيت مسلم واحد فسمى البيت بالإسلام لأنه قد ظهر منه الإسلام والباطن فيه فيهم أهل إيمان وفيهم أهل كفران لكن كلهم قد ظهر منهم الإسلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها أي في تلك الفعلة التي فعلناها بهم آية جعلناها آية عظيمة وسيأتي معنا إن شاء الله في سورة القمر ماذا فعل الله به طمس أعينهم ثم حملت تلك القرى حتى بلغت عنانا السماء ثم قلبت ثم رموا بالحجارة ثم كانت عليهم الصيحة فجمع الله لهم أو عليهم أربعة أنواع من العذاب فطمسنا أعينهم والصيحة والحجارة والقلب وكل واحد له حكمة وليس هذا موطن التفصيل فيها قال وَتَرَكْنَا فِيهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَعْلَةِ وَالْعُقُوبَ الَّتِي عَلَيْهِمْ أَوْ وَتَرَكْنَا فِيهَا أَيْفِي قُرَاهُمْ آيَةٌ حيث جعل الله مكان قراهم ماءً مالحًا ممجوجًا منتنًا لا يحيى فيه شيء وهو مكان البحر الميت وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ وهو المكان الذي في منطقة الأردن بين الأردن وفلسطين منطقة البحر الميت هذه يقال أنها من أثر أولئك ولذلك يستحب كثير من العلماء أو يرى بعض العلماء وجوب أن من مر بها وجوب أن يمر بها مروراً ولا يمكث فيها لأنها من ديار القوم المعذبين وهذا محل بحث وإشكال قال وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِمَنْ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِمْ لِمَاذَا لَا يَكُنْ لِلنَّاسِ جَمِيعًا؟ قال الله عز وجل وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قوله وَفِي مُوسَى أي وَفِي مُوسَى آيَة لأنه قال قبلها وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً وَفِي مُوسَى أي آيَةٌ أُخْرَى فقوله وَفِي مُوسَى معطوفٌ على قوله وترقنا فيها آية وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أي بآياتٍ باهرة واضحة الدلالة لا يكاد يراها أحد إلا ويؤمن بها ولذلك السحرة وهم أهل السحر والضلال عندما رأوا تلك الآية من موسى سجدوا لله رب العالمين رب موسى وهروا من شدة إبانتها للحق وإيضاحها له وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان أي بحجة مبين أي بينه ظاهرة في الدلالتها على أن موسى رسول من عند الله فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون تولى بركنه إما أن يكون معناها تولى بجنوده وصاحب وأصحابه سمي الجنود والأصحاب ركنا لأنه يركن إليه أو فتولى بركنه أي بجانبه الذي يركن إليه مثل قوله عز وجل ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله يعني تولى معرضا مستكبرا عن الحق وما كان عنده إلا إحدى كلمتين ساحر أو مجنون طيب ساحر من وين الساحر أنفسهم آمن كيف يكون ساحر آمنوا علموا أن هذا من عند الله مجنون كيف يكون مثل هذا الذي هو أعقل العالمين مجنونا لكنها طريقة الكفار في التعامل مع آيات الحق لا يقابلونها إلا بالتهم المعلبة تهم جاهزة سحر كهانة إرهاب إلى آخر من العبارات التي يقولونها ولا يذكرون عليها دليلا ولا مبررا وهذا من ضعف الباطل الباطل ضعيف في الحجة ليست عنده حجة ولا يستند إلى حجة وإذلك عندما تأتي آيات الحق شاهدة يقابلونها بمدافع الدعاوى والتهم التي دائما يقابلون بها الحق في كل زمان هؤلاء رجعيون هؤلاء متخلفون هؤلاء حتى إنهم يعيرون أهل الحق بما يمدحون به مثل ما قالوا في حق لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا أخرجوهم؟ لأنهم يسرقون أو لأنهم يزنون أو لأنهم يكذبون إنهم أناس يتطهرون عيبهم ومشكلتهم الوحيدة أنهم يتطهرون قال الله عز وجل فتولى بركنه وقال ساحر عمجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أي علقيناهم فيه وطرحناهم طرحا على سبيل الإهمال في اليم أي في البحر وهو مليم أي ملوم على فعلته لأنه قام بها مختارا عنادا واستكبارا قال وفي عاد أي آية أخرى إذ أرسلنا عليهم وعاد هي القبيلة المعروفة في جزيرة العرب ومساكنهم الأحقاف وهي جنوب الجزيرة منطقة الربع الخالي إلى حضر موت ولعل ما فيه هذه المنطقة من الرمال هو أثر من آثار تلك الريح العقيم التي نزلت أو عذب بها أولئك القوم وما زال فيها أثر الريح إلى اليوم سبحان الله ففيها رياح مستمرة تدور بتلك الرمال فيها إلى اليوم تأتي إلى المنطقة وفيها جبل عظيم من الرمل ثم تأتي من الغد فلا تلقى الجبل في مكانه سبحان الله إلى اليوم وهذا موجود قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم يعني التي لا خير فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم وصرت بالصبى وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح الجنوب الريح التي تأتي من جهة الجنوب هي التي أهلكت بها عاد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي جعلته مدقوقا كالرميم تدقه دقا فكانت تأخذ هؤلاء الأقوام على عظم خلقهم التي لم يخلق مثلها في البلاد أوتوا بسطة في الخلق تحمل الرجل ثم تحمله في أعنان السماء ثم تلقيه على رأسه فيصبحون فيصبحون كأنهم أعجاز نخل خاوية سبحان الله كأنها النخلة مقلوبة أعجاز نخل خاوية قد ذهبت رؤوسهم واندق أعلاهم الكتف هم يليه قد اندق كأنهم أعجاز نخل خاوية قال إلا جعلته كالرميم وفي ثمود أي آية أخرى إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين بعدما كذبوا برسولهم صالح عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة التي جعلها الله عز وجل لهم آية عظيمة قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني حتى ينزل بكم العذاب فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهي صيحة عظيمة لم تبق منهم ديارا ولا ناف خنار وهم ينظرون سبحان الله يعني ينظرون إلى هذا العذاب وهو يحل بهم وينزل في ديارهم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ما استطاعوا أن يقوم ولا استطاعوا أن يجدوا أحدا ينصرهم من بأس الله إذ نزل به قال الله عز وجل وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء جميعا من قبل لوط من قبل عاد من قبل فرعون ومن قبل ثمود إنهم كانوا قوما فاسقين أي قوما خرجوا عن طاعة الله عز وجل وتمردوا على أنبياء الله لما انتهى من ذكر هؤلاء القوم الذين تمردوا على عبودية الله عز وجل ولم يسلكوا الطريق الموصل إلى الله كما سلكه إبراهيم وكما جاء في صفات المتقين الذي لجعل الله لهم الجنات والعيون قال مستدلا على قدرة الله وعلى أن القلوب يجب أن تنصرف إليه وأن تثر إليه وأن لا تلتجع إلى أحد إلا له سبحانه وتعالى قال والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون هذه السماء التي ترونها والتي أقسمنا بها وأقسمنا بربها والسماء ذات الحبك فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال والسماء بنيناها هذه السماء بنيناها بأيد وإن لموسعون أي بينناها بقوة بالمناسبة هذه أيد ليست في معنى اليد الجارح المعروفة وإنما أيد من آد يئيد أي بقوة كما قال الله عز وجل وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود أيش ذا الأيد إنه أواب أي ذا القوة فهنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كتبوا المصحف كان لكتابتهم أسراروا آعجيب لو تأملتم الآن بين أيديكم انظروا بأيد كيف كتبت بياءين يبين لك أن في فرق بين الأيد التي هي جمع يد والأيد التي من آد يئيد فكتبت بياءين فليست هذه الآية من آية الصفات أصلا ولذلك بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون أي موسعون في الخلق خلقنا وسيع جدا عظيم ولذلك الآن في مطامع الخلق في أن يتطلعوا إلى هذه السماء يحاولون أن يصلوا فيها إلى شيء ما استطاعوا صنعوا مجاهر عظيمة جدا وأخذوا يتطلعون إلى هذا الكون الفسيح يحاولون أن يصلوا منه إلى نتيجة ونهاية ما استطاعوا من أنت يا ابن آدم أنت مخلوق ضعيف جدا وقليل وصغير وحقير وما أنت بشيء في هذا الملكوت العظيم الذي يحيط بنا وهي السماء وبعض الناس استدل بهذه الآية قال موسع اسم فاعل من أوسع تدل على الاستمرار موسعون أي نزيد في الخلق شيئا فشيئا وأثبتت بعض البحوث الآن أن الخلق التسع أو السماء تتسع وهذا الكون يزيد يوما بعد يوم فإن صح ما قالوا كان في الآية دلالة على هذا المعنى وإن لم يصح فمعنى الآية أن الله أوسع في الخلق وعظمه قال الله عز وجل والأرض فرشناه انظروا استدل بآية سماوية وبآية أرضية الآية السماوية ترفع إليها بصرك والآية الأرضية تلمسها بيدك تنظر إليها وهي قريبة منك والأرض فرشناها جعلناها فراشا فنعم الماهدون مع العلم أنها معلقة ليست متكة على شيء بل هي في الهواء ولو شاء الله عز وجل لجعلها مضطربة تميد وتتمايل فلا يستقر عليها بناء ولا يعيش عليها إنسان قالوا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون من كل شيء خلق الله زوجين جعلك كل شيء مكون من زوجين فالزوجية لازمت الخلق وإذلك ابن آدم مخلوق من زوجين والحيوانات مخلوقة من زوجين بل إن الناس الآن تأملوا في هذه الكائنات فوجدوا أن كل الكائنات مكونة من من زوجين حتى الماء ذرة من ايش الهيدروجين والأكسوجين كذا أي نعم مكون من زوجين الكهرباء سالب وموجب الهواء نفس العملية مكون من زوجين كل شيء لماذا ليبين لك الله عز وجل أن هذا الكون ما يقوم بمفرده بل لابد يظهر الضعف عليه فلا يقوم وحده إلا هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي يقوم بكل شيء ويقيم كل شيء ولا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى فرد صمد وأما خلقه فهم لا يقومون إلا بشيء يكملهم ويقيمهم قال الله عز وجل فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله هذا الذي خلق السماء وفرش الأرض وخلقكم من ضعف وبيّن ضعفكم لا تذهبوا إلى أحد سواه فروا منه إليه ولا أحد ولا أحد يفر منه إليه إلا هو سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إني أي النبي صلى الله عليه وسلم لكم منه أي من الله نذير مبين أنذركم وأخوفكم من الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا يا إخواني أن نسارع بأن نفر إلى الله جل وعلا والفرار منه إليه يكون بالعبودية الحق بأن نكون من المؤمنين الصادقين الذين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي لا تجعلوا مع الله إلها تعبدونه فإنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله وما هذه الآلهة التي تجعلونها إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ليس لها من الألوهية نصيب إلا الأسماء التي ركبتموها عليها وإلا فلا حق لها في هذه الألوهية إني لكم منه نذير مبين أخوفكم أخوفكم به سبحانه وتعالى وأنذركم من عذابه قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجرور نضيّن الله عز وجل سنة من سنن المكذبين وهي أنه ما أتى المكذبين من رسول إلا قالوا فيه إنه ساحر أو مجرور ما أتى الذين من قبلهم من رسول أي رسول جاء وبعث إلى أي أمة إلا قيل فيه إن مساحة أو مجرور ومستمر هذه حتى في ورثة هؤلاء الرسل من المصلحين والدعاة إلى الله عز وجل تقال فيهم مثل هذه الكلمات فإذا قيل في حقك شيء من هذا أي أن كانت هذه التهمة بأي لون أو بأي لفظ يدل على التنقص منك وعلى المجازفة في اتهامك فلا تقلق فقد قيل في حق من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم والكوكب العظيم من رسول الله من أول الدهر إلى اليوم قال الله عز وجل أتواصوا به يعني هل وصى بعضهم بعضا بهذا الذي يقولونه ساحر أو مجنون قال الله بل هم قوم طاغون هذه نتيجة الطغيان نتيجة الحتمية للطغيان أنها توصل إلى هذا فالطاغية ما يسمع ولا يخضع إلا للمحركات الداخلية الشهوانية يريد شيء استجيب لشهواته فأنت ما دمت تقول له أحسنت وأنت الملك المعظم وأنت الفاضل وأنت الذي على الطريق المستقيم وأنت أحسن الخلق والناس معجب فإذا قلت له اتق الله انتبه إنما أنت بشر ويجب عليك أن تطيع الله انتفخ وما يعقل من كلامك شيء فيبدأ باتهامك بالسحر والكهانة والجنون وغيرها من التهم بل هم قوم طاغون وإذن قال الله في سورة القلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى متى رأى الإنسان نفسه استغنى لابد أن يطغى وإذا طغى قال مثل هذا الكلام ساحر أو مجنون قال الله عز وجل فتولى عنه يعني يا محمد عندما يقولون لك هذه العبارات ويصمونك بهذا الوصم لا تتشاغل بهم لا تتشاغل بهم ولا يكن من همك أنك تدافع لا أنا لست ساحرا ولا مجنونا لا تتشاغل بها تولى عنه تركهم أنت قد بلغت أديت ما عليك هذه التهم إياك أن تحرقك أو تؤثر على نفسيتك إنها سنة قد كانت في المكذبين مع الأنبياء السابقين وهي معك أيضا كما كانت مع من قبلك فتولى عنهم فما أنت بملوم لا تلام قال الله عز وجل وذكر هذه المهمة التي بعثتك به أن تذكر أن تأتي بالذي عندك فتذكر والتذكير يا إخواني من مقتضاه أنك تأتي بالشيء مرة بعد أخرى تذكر ما تقول الشيء مرة واحدة وتقول خلاص انتهيت لا التذكير من لوازمه أن يكون مرة بعد أخر لما أقول ذكرني يا أخي بهذا العمر فأنت تتصل وتذكر ثم تتصل وتذكر ثم تتصل وتذكر أي تنقلني من حالة الغفلة إلى حالة الذكر واليقظة وهذه مهمة الأنبياء بل هذا هو الذي جاء في القرآن يأتي التذكير بوحدانية الله في سورة البقرة والعمران والنساء والمايدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود إلى أن تصل إلى سورة الناس قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر العسواس الخناس تذكير مرة بعد أخرى وعسى أن ننجو وعسى أن نعقل ولذلك كثير من الناس يقول أنا كم مرة نبهت ونصحت وقلت لكن ما من سامع ولا من مجيب ولا من مطيع يقول ذكر كما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ولذلك لا تيأس كم مرة يقول بعض الناس يا أخينا الكلمة ذي رددت مرارا وتكرارا وقلتها الجماعة المسجد ولا لأصحابي ولا لأهل بيتي ولا لزوجة ولا لأبنائي والله عشر أو عشرين مرة ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي هذه الذكرى سينتفع بها أهل الإيمان ولذلك سبحان الله أنا أقول لكم عن نفسي وعن أنفسكم كلنا الآن نعرف وجوب بر الوالدين لكن لو حدثتكم الآن دقيقتين عن بر الوالدين كل واحد بتهفو نفسه أنه يطلع الآن يذهب إلى والده أو والدته أو الحي منهما ويريد أن يقدم شيئا طيب هو استجد لك علم جديد ما استجد لكن هذه فائدة الذكرى ينتفع بها المؤمن مهما كانت ينتفع بها المؤمن ولماذا هو الذي ينتفع لوجود الأرض الطيبة التي تحمل الإيمان القلب الذي يحمل الإيمان هو الذي يقبل الخير الذي يأتي من الذكرى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال الله عز وجل وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما خلقت هذا الخلق إلا من أجل أن يعبدوني فإن قلت هل المقصود ما خلقتهم إلا ليعبدوني جميعا إذن هل تحقق هذا ما تحقق فنقول إلا ليعبدوني أي طوعا وكرها فمن الناس من يعبد الله طوعا وهم المؤمنون الصادقون ومن الناس من يعبد الله كرها وهم سائر الخلق لأنهم هم عباد لله ذللون خاضعون لا يستطعون الخروج من عبوديتهم لله سبحانه وتعالى يعني عباد مقهورون قهرا وبهذا تكون الآية عامة صالحة للإنس والجن المؤمن والكافر والبر والفاجر المطيع والعاصي أو يقال وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون أنا خلقتهم وأنا أريد منهم أن يعبدون إرادة شرعية والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها إذا أراد الله شيئا شرعا لا يلزم أن يقع ما الذي يلزم وقوعه الإرادة الكونية القدرية إذا أراد الله شيئا كونا وقدرا لا بد من وقوعه أما إذا أراد شيئا شرعا يعني أنا أحب ذلك وأرغب فيه يا عبادي فإنه قد يقع منهم وقد لا يقع منهم وهذا هو الذي استظهره الشيخ محمد الشرقيط رحمه الله تعالى في أضواء البيان وهو أن قوله إلا ليعبدون أي هذا الذي أريده منهم فمنهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك قال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني أنا لا أريد منهم شيئا أنا ما خلقتهم إلا من أجل أن يعبدوني فمن قام بها استحق جزائي العظيم ومن لم يقم بها فله علي أن أعذبه عذابا أليما قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني قوله من رزق في سياق النفي تدل على يعني تمام الاستغراق في النفي ما أريد منهم أي شيء من الرزق لأني أنا الغلي الذي بيدي كل شيء وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الذي يكون منه الرزق فما من أحد يرزق إلا ورزقه من ربه سبحانه وتعالى ذو القوة أي صاحب القوة الذي بيده كل شيء وعنده كل شيء ومنه كل شيء ولا يعجزه شيء المتين المتان في الشيء بمعنى عدم الانقطاع ذو القوة الذي لا يمكن أن يقطعه شيء عما يريد فهو ذو قوة ومتين سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقطعه عما يريد أحد متين سبحانه وتعالى وبعضهم قرأ ذو القوة المتين أي القوة قوة متينة شديدة والقراءة المشهورة ذو القوة المتين أي الله متين سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل خاتم هذه السورة بتهديد أولئك المعرضين عن عبوديته فإن للذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي ذنوبا الذنوب يراد به الدلوب يقال له ذنوب والمقصود هنا النصيب والحظ فإن لهم نصيبا وحظا من العذاب مثل نصيب وحظ من سبقهم من الأمم التي كذبت قبلهم فإن قلت لما سمى النصيب ذنوبا ليشبه نصيبه من العذاب بما يكون في الدلو فإن الدلو يأتي مرة بعد أخرى هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد ولكل أمة تكذب لها نصيب غير نصيب من سبقها وأيضا لأن ما في الدلو يصب والعذاب غالبا ينزل عن العباد صبا كما يأتي الماء الذي في الدلو صبا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أي مثل نصيب من سبقهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون يعني العذاب نازل بهم نازل بهم فلا يستعجلونه ما الذي يدعوهم إلى استعجاله فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أي ويل لهؤلاء الكافرين من يومهم الذي ينتظرهم الذي قد وعدهم الله إياه ملاحظوا في القرآن يا إخواني يأتي التعليق بالإسم الموصول لماذا لكي يصلح التعليل لماذا فإن للذين ظلموا ما قال فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم لو قال فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ما عرفنا لماذا لماذا لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلما قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم لماذا لظلمهم لأنه علق الحكم بالظلم قال الذين ظلموا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون لماذا ويل لهم لأنهم كفروا فكذلك كل من كفر وكذلك كل من ظلم بهذا نعرف يا إخواني أن هذه السورة العظيمة اجتملت على معاني جليلة يجمعها وينتظمها أن هذه السورة سورة العبودية لله يجب على العباد أن يلتجوا إلى الله ويفروا إليه وأن لا يعبدوا إلا إياه وأن يعبدوا حق العبادة وأن يترقوا في مدارج العبودية حتى يبلغوا درجة الإحسان فيكونون قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وإلا يفعلوا يكونون مثل قوم لوط الذين أنزل الله عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلفين ومثل فرعون الذي تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ومثل عاد إذ أرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم ومثل ثمود الذين عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وأنتم أيها المذكرون بهذه النعمة والذين قين لكم فروا إلى الله إياكم أن تكذبوا فإنكم ما أمرتم إلا بحق وإياكم أن تسلكوا مسالك الأمم السابقة التي ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سبحان الله أتواصلوا به بل هم قوم طاغون هذه هي النتيجة الحتمية بالطغيان ما طغأ ناس إلا كذبوا بهذه الحقائق ودفعوا هذه الآيات التي تأتي بها رسل الله من قبل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدن فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر